الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والله رب العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العلي العظيم ملك عظيم منذ أن خلق الله عز وجل الدنيا لم يكن قد نزل إلى الأرض فاشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وآله فاستأذن أن ينزل إلى الأرض فأذن له فنزل مسرورا فرحا ولما وصل إلى الأرض أمر أن يبلغ النبي صلى الله عليه وآله فاجعة استشهاد سبطه الإمام سيد الشهداء صلى الله عليه فحزن وقال يا إلهي وسيدي نزلت مسرورا لنزولي على النبي صلى الله عليه وآله فكيف أخبره بهذا الخبر ليتني لم أنزل فأوحي إليه أنمض فيما أمرت هذا أمر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وفتح جناحيه سلم على رسول الله قال السلام عليك يا حبيب الله ثم ذكر له قصته وأخبره بالخبر بقية القضية نسمعها عن لسان المولى أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه يقول الراوي دخلنا مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى صفين فلما حاذانين ونادى صبرا أبا عبد الله ثم قال عليه الصلاة والسلام دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعيناه تفيضان فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما لعينيك تفيضان أغضبك أحد يعني أغضبك أحد قال صلى الله عليه وآله لا بل كان عندي جبرائيل فأخبرني أن الحسين يقتل بشاطئ الفرات فقال صلى الله عليه وآله هل لك أن أشمك من تربته قلت نعم فمد صلى الله عليه وآله يده فأخذ قبضة من تراب وأعطانيها فلم أملك أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول في هذا الحديث الشريف فلم أملك عيني أنفاضة وإسم الأرض كربلاء إلى أن يقول صلى الله عليه وصعد يعني النبي صلى الله عليه وآله وخطب ووعظ والحسن والحسين بين يديه فلما فرغ وضع يده اليمنى على رأس الحسن واليسرى على رأس الحسين ورفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إن محمدا اللهم صلى على محمد وعلي محمد عبدك ورسولك ونبيك وهذان أطائب عترتي وخيار ذريتي وأرومتي ومن أخلفهما في أمتي وقد أخبرني جبرائيل أن ولدي هذا مقتول مخذول اللهم فبارك له في قتله واجعله من سادات الشهداء اللهم ولا تبارك في قاتله وخاذله فضج الناس بالبكاء في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وآله أتبكون ولا تنصرونه بعضكم سيشهد ذلك الموقف سيكون في تلك الأيام الآن تبكون ولكن في وقته إن نصره لا تنصرونه ثم رجع وهو متغير اللون محمر الوجه فخطب خطبة ثانية موجزة وعيناه تهملان دموعا ثم قال أيها الناس إني خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض وإني أنتظرهما ولا أسألكم في ذلك إلا ما أمرني ربي أن أسألكم المودة في القربة فانظروا ألا تلقوني غدا على الحوض وقد أبغضتم أترتي وظلمتموهم مقطع من حديث شريف عن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والحديث طبعا فيه تتم بصورة عامة لا أحب ولا أحبذ أن أذكر ما يقوله الناس البعيدون عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم في عالم آخر لا علي بهم أنا في طريقي إن شاء الله أكون في طريق اتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولكن أحيانا الإنسان يريد أن يشير إلى بعض القضايا فيضطر أن يذكر ما يقولون بعضهم في أيام القرب من شهر محرم وفي أيام محرم وصفر يقول وناقل الكفر ليس بكافر يقول إن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أخطأ حين خرج إلى كربلاء هذه الكلمة كلمة كفر صريح ولا فرق في كلمة الكفر أن الشخص يكون عالما بأن هذا كفر أو جاهلا الكفر كفر الذي يكذب الله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم أن هذا كفر هذه الكلمة ليست كلمة كفر تكذب الله كفر الذي يعتقد بعقيدة كفرية وهو لا يعلم أن هذه العقيدة كفرية هذا الشخص ليس كافرا كافر أكثر الكفار في العالم لا يعلمون أن العقيدة التي يحملونها عقيدة كفر ولكن ليسوا كفارا هذه الكلمة كلمة كفر حتى لو كان الشخص لا يعلم أن هذه الكلمة كلمة كفر هي كفر تخطئة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كفر صريح ما الدليل على ذلك عشرات الأدلة أذكر لكم دليلا سهلا جدا من ثلاث مقدمات المقدمات القطعية إذا رتبت ترتيبا صحيحا النتيجة تكون قطعية لا تكون ظنية هذا من البديهيات أصلا ثلاث مقدمات قطعية لا يوجد في هذه المقدمات مقدمة ظنية حتى النتيجة تكون تتبع خس المقدمات لا كل المقدمات قطعية النتيجة تكون قطعية المقدمة الأولى في عشرات المواقف إحداها هذا الموقف الذي ذكرته لكم بسرعة ورد متواترا في مصادر الفريقين في مصادرنا متواتر في مصادر الآخرين أيضا متواتر يعني قطعي يعني لا ينكره مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله قال إني تارك في بعض الأحيان كان يقول مخلف خلفت أمثال هذه الكلمة كلمة تركت لأنه في عشرات المواقف قال هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي إلى أن يقول وإنهما لن يفترق حتى يردى علي الحوث هذا قطعي نعم قطعي قطعا ويقينا لا يشك في ذلك مسلم على وجه الكرة الأرضية ولا يشك مسلم على وجه الكرة الأرضية أن القرآن الكريم لا يوجد فيه أي خطأ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يشك مسلم في أن العترة هذه الكلمة عترة رسول الله أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله تشمل هذه الكلمة أربعة أشخاص تشمل علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بلا شك أن هؤلاء الأربعة من أهل بيت النبي غير هؤلاء الأربعة يوجد كلام ولكن في هذه الأربعة لا يوجد أي خلاف يعني قطعي هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية الذي يقول إن أحد هؤلاء الأربعة أخطأ ولو يقول أنه أخطأ في موقف واحد في حياته هذا القول يعني أنه يكذب النبي صلى الله عليه وآله لأن النبي صلى الله عليه وآله قال أنه لا يوجد افتراق بين الكتاب والعترة فإذا فإذا كان أحد العترة أخطأ ولو مرة واحدة في كل حياته يكون في هذه المرة في هذا الموقف قد افترق عن القرآن لأن القرآن لا يوجد فيه خطأ والنبي صلى الله عليه وآله صرح بأنه لا يوجد افتراق بينهما لا يفترقان فإذا افترق ولو في موقف واحد صار كلام النبي صلى الله عليه وآله باطلا يعني تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله بل النبي صلى الله عليه وآله كما تعلمون أنتم الحمد لله أصحاب مجالس تحضرون مجالس تعرفون هذا الشيء بوضوح النبي صلى الله عليه وآله ما قال لا يفترقان لو كان يقول لا يفترقان كان كافيا أي افترق خلاف كلام النبي صلى الله عليه وآله تخطأ تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله حتى لو كان النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يفترقان فكيف أنه قال لن يفترق لن لنفي الأبد هذه هي المقدمة الثانية المقدمة الثالثة الذي ينسب الباطل إلى كلام النبي الذي يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله فقد كذب قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن نافية إن إلا ما هو إلا وحي يوحى هذا المقدمة الثالث ما هي النتيجة النتيجة أن الذي يخطأ الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ولو في موقف واحد فقد خطأ كلام النبي صلى الله عليه وآله حيث بيّن أنه لا يفترق الحسين عن القرآن لأن الحسين من الاعترق قطعا بلا خلاف بلا شك النبي صلى الله عليه وآله قال لن يفترق تخطأة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تخطأة لكلام النبي صلى الله عليه وآله وتخطأة كلام النبي صلى الله عليه وآله تكذيب لله عز وجل حيث قال وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى النتيجة تخطأة الحسين تكذيب لله عز وجل اسألوا أي مسلم تكذيب الله عز وجل كفر أم لا كفر كفر صريح بمقدمات قطعية هذا الشخص يكذب الله عز وجل هو يعلم معاند كافر هو لا يعلم جاهل ويقول هذا الكلام يقول كلمة الكفر يعلم أو لا يعلم لا يغير الواقع لا يدرك فليكون يقول كلمة الكفر هو في الدنيا يعامل معاملة الكفار أو لا اسألوا الفقهاء هذه مسألة فقهية في الآخرة هذا الشخص إذا كان جاهلا قاصرا يدخل النار أو لا لا أعلم لا أريد أن أتصدى لهذه المعلومة هذا موضوع ثاني كيف يعامل في الآخرة هذا موضوع آخر كيف يعامل في الدنيا هذا موضوع آخر لا يرتبط به يسأل الفقهاء في ذلك ولكن هذه الكلمة كلمة كفر أم لا كلمة كفر العياذ بالله تعالى طبعا النبي صلى الله عليه وآله كان يرى كل ذلك كان يعرف كل التفاصيل التي ستحدث كان يعرف إقصاء أهل بيته صلوات الله عليهم كم مر قال النبي صلى الله عليه وآله عندما ذكر القرآن والعترة كم مر قال ورد في مصادر العامة متواترا أيضا ثلاث مرات يقول النبي صلى الله عليه وآله أذكركم الله في أهل بيته أذكركم الله في أهل بيته يا رسول الله لماذا التأكيد ذكر القرآن ذكر تعظيم القرآن وخلاص يصل إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ثلاث مرات يقول أذكركم الله في أهل بيته كان علام عنهم وإلي عنهم وإلينا عنهم طريق العداء إلى رسول الله طريق تكذيب القرآن الكريم لم ينتهي وسوف لا ينتهي إلى يوم الظهور الشريف لا علينا به أما فيما يرتبط بنا أمامنا شهر محرم وشهر صفر شهر العزاء شهر مصائب رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه لكلمة مع إخواني خدام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الذي يخدم في هذه القضية العظيمة يخدم مؤسس مجلس مؤسس حسينية مؤسس موكب تطبير مؤسس موكب خدمي مؤسس موكب أطعام يعمل في موكب في حسينية في مجلس مؤلف كتاب حسيني خطيب منبر حسيني رادود حسيني أياً كان ليه كلمة مع هؤلاء الخدام إخواني أعزائي وهي كلمة قد يستصعبها بعضنا وليست صعبة كلمة واحدة التميز في قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مجلسي يكون مميزاً ولو من جهة واحدة ولو جهة صغيرة في العين موكب التطبير يكون مميزاً مميز في أي شيء في أي جانب يكون مميزاً عن بقية المواكب موكب إطعام يكون مميزاً الحسينية التي أسستها أو أعمل فيها أخدم فيها خدمتي تكون مميزة المؤلف يكون مميزاً مميزاً في خدمته في تأليفه الكتاب الحسيني في أي جانب يكون الكتاب مميزاً في معلوماته أو يكون مميزاً في كيفية طباعته أو يكون مميزاً في تأثيره العاطفي المجلس يكون مميزاً في ماذا؟ في خطيبه يكون مميزاً في الردود يكون مميزاً في الأجواء المريحة يكون مميزاً في الطعام الذي يقدم يكون مميزاً في الشاي موكب التطبير يكون مميزاً في الأجواء الروحانية أو في الأجواء العاطفية أو في الخدمات التي تقدم أو في أي شيء جانب تمييز الخطيب الحسيني يكون مجلسه الحسيني أداؤه لخدمة سيد الشهداء يكون فيه تمييز بعض الخطباء وأنا حضرت مجالس بعضهم حفظهم الله جميعاً بعض الخطباء الحسينيين يكثر من قراءة الروايات الشريفة في المجلس حقاً تمييز هذا أنا سمعت هذه الرواية الأولى الثانية سمعتها الثالثة أعرفها الرابعة أعرفها الخامسة ما سمعتها كلام المعصوم جداً مفيد قطعاً فائدة كبيرة بعض الخطباء مميزون في النعي تمييز هذا بعض الخطباء مميزون في الموضوع القرآني الذي يطرحه بعض الخطباء مميزون في التحليل العلم الذي يحلل الروايات الشريفة والآيات القرآنية أو تاريخ سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام تمييز في أي جانب في أي جانب المجلس هذا يكون مميزاً الرادود الحسيني وكم كلمة الحسيني كلمة جميلة رادود حسيني خطيب حسيني مجلس حسيني الله من هذه الكلمة الجميلة الوسامة الرائعة العظيم الرادود يؤدي دوره بشكل مميز ولو جانب قلت ولو جانب صغير الشاعر الحسيني هذه الراية التي رفعها مجموعة ولله الحمد مجموعة كبيرة من المؤمنين الحسينيين الشاعر الحسيني يكون في شعره مميزاً في جانب جوانب تميز الشاعر كثيرة ابن العرندس كان مميزاً في الجناس والطباق قصيدته وقصائده خصوصاً الرائية الرائعة المشهور العظيم مميزة في كثرة الجناس الجناس يعني الكلمات متشابهة الشكل ولو كانت بمعاني مختلف الجناس في قصي طبعاً هذه الجناس يعطي جمالاً عجيباً غير أنه نبرته نبرة الشعر وهم يعبرون تعبيراً آخر لا أريد أن يعبر تعبيرهم طريقة الشعرية تكون جداً رائعة غير أنه أقرب إلى الحفظ غير أنه الجناس جمال من جماليات الكلام وخصوصاً الشعر أي كلام فيه جناس كلام أجمل يكون هذه تعتبر من البديع كان كثير الجناس جداً استثناء يعتبر في هذا المجال وكثير الطباق الطباق الكلمات التي تكون في المعنى ليس في اللفظ ليس مثل الجناس الجناس تشابهن في اللفظ الطباق كلمات متقابلة أضداد هو الأول والآخر والظاهر والباطن هذا يعتبر من الطباق أول آخر ظاهر باطن تؤتل حكمة من تشاء وتنزع تؤتل ملكة من تشاء وتنزع الملكة من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء هذا يعتبر من الطباق ابن العرندس كان مميز مميز بصورة واضحة جداً هذه القصيدة المشهورة التي سمعتموها من الخطباء الكرام فيها تقريباً لا يخلو بيت إلا وفيه جناس أو طباق أو فيه كلاهما أو فيه أكثر من مرة جناس في بيت واحد وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم كلمات متشابهة متشابهة الشكل وقد درست فيها العلوم وطالما بها درس العلم الإلهي واللهي والذكر درست طمست درس من التدريس فراق فراق الروح فراق فراق الروح لي بعد بعدكم فراق بعد بعد فراق فراق الروح لي بعد بعدكم ودار بوسم الدار في خاطر الذكر ودار برسم الدار في خاطر الذكر وقد أقلعت عنها السحائب وقد أقلعت عنها عن هذه الدور وقد أقلعت عنها السحائب لم تجد ولا در من بعد الحسين لها در إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب الناهي مولا له الأمر إمام أئمة ناهي آمر هذا من الطباق ذاك من الجناس لعلكم تحفظون بعض الأبيات من هذه القصيدة الرائعة مميز في الجناس مميز في الطباق في كثرة الجناس والطباق الجناس والطباق عادة يستخدمان في الشعر الجميل ولكن ابن العرندس مميز في هذا الجانب تميز في هذا الجانب ترى شاعرا آخر يتميز في وصف البطولة السيد جعفر الحلي تميز في وصف البطولة وصفه للبطولة وصف استثنائي شخص آخر شاعر آخر يتميز في وصف المصيبة شاعر كبير آخر يتميز في وصف كرامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مثل سيد حيدر الحلي كل واحد منهم تميز تقول صعب هؤلاء قل من الشعراء تمكنوا أن يتميزوا نعم هؤلاء تميزوا تميز كبيرا أنا لا أتحدث عن التميز الكبير أتحدث عن أصل التميز وأقول ذلك بملء فمي التميز ليس شيئا صعبا أصل التميز ليس شيئا صعبا طبعا تميز الحسن عندنا تميز سيئ قتلت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ولعنت الله على قاتله تميزوا في الشار ليس كلامي عن الشار التميز في الشيء الحسن ليس صعبا أصل التميز ممكن في متناول الأيدي يحتاج إلى تركيز وتفكير كيف أميز مجلسي هذا هذه السنة في شهر يمحرم صفر بميز طبعا سيتعلم الآخرون منك هذه الجهة في السنة القادمة ميز مجلسك بتمييز آخر فكر كيف تميز كيف يكون مجلسك مميزا في جهة حسنة ولو جهة صغيرة قلت لكم حتى لو في الشاي شايك يكون مميزا مميز تميزا حسنا طبعا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فرصة عظيمة جدا جدا أمامنا عيد الغدير فرصة عظيمة في العقيدة بحبوحة العقيدة في الغدير عشراء فرصة عظيمة في الشعائر في العمل في عشراء أيضا توجد عقيدة في عشراء أيضا توجد أخلاقيات في عشراء أيضا تبث أحكام الدين كل شيء في عشراء عظيم ولكن تركيز عشراء على العمل فرصة لا نظير لها في السنة في العمل في الشعائر شيء عملي هذه الفرصة العملية يكون لي تميز ولو في جانب واحد أخدم المولى صلى الله عليه في هذه السنة بجانب حسن مختلف عن بقية الخدمات المشابهة كل الإبداعات التي تحدث في العالم تبدأ بتفكير وأحيانا تفكير بسيط ثم تنم تصبح تميزا كبيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ناصر الحسين عليه الصلاة والسلام وأن لا يجعلنا ولا في لحظة من حياتنا من خاذلي الحسين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه السنة لخدمة أفضل من كل السنوات الماضية اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا اللهم اجعل في جباهنا نور خدمة الحسين اللهم اجعل وسام الحسين على صدورنا في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا خدمته في الدنيا شفاعته في الدنيا والآخرة اللهم بحق الحسين عجل فرج المنتقم للحسين من أعدائه مهدي آل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة